لم يكن أكثر المتفائلين بمستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا يتوقع أن يعود أدراجه إلى حيث بدأ والبدء كان من التحذيرات المتتالية للرئيس الأوكراني فلادمير زيلانسكي لكل من قادة أمريكا والدول الغربية من عدم امتلاك جيش بلاده عتاداً عسكرياً يمكنه من صد زحف روسي مفاجئ وبعد عامين من الحرب عاد زيلانسكي لتحذيراته في وسائل الإعلام الأمريكية تزامناً مع استمرار الكونغرس في عدم الأصول إلى موافقة نهائية بخصوص المساعدات العسكرية الجديدة لكييف والتي تصل قيمتها إلى ستين مليار دولار وحمل التصريحات زيلانسكي كشفاً صريحاً من قادة أفرع الجيش الذين أكدوا اقتراب نفاذ الأسلحة والذخائر بما فيها ذخيرة المدفعية والأخطر من وجهة نظرهم ما نقله قائد القوات الجوية عن عدم قدرة الدفاعات الجوية على صد الهجمات الجوية الروسية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة والصواريخ بمختلف أنواعها وأمدائها ما وضع البنية التحتية الأوكرانية بعد ترميمها أحت أعين القصف الروسي كما حدث في بداية الحرب أحذيرات زيلانسكي جاءت متناغمة مع تحليلات الصحافة البريطانية التي رصدت استعداد روسيا لشن هجوم عسكري واسع على محاور التماس في شرق وجنوب أوكرانيا خلال الصيف القادم وأكدت في تقارير لها نقلاً عن الجيش الأوكراني على حشد الجيش الروسي نحو مئة ألف جندي محملين بأسلحة عسكرية ستضمن لهم التفوق الميداني في الخطوط الأمامية التي تبعد خمسة وعشرين كيلو متراً عن الحدود الأوكرانية وسيصاحبه تفوق جوي ستصل نسبته خمسة مقابل واحد في بعض المناطق نتيجة نقص صواريخ الدفاعات الجوية ومحاولات تقنين استخدام الذخائر بصفة عامة ليدخل الدعم الذي سيمنح كييف قدرة صد هجوم موسكو في حال حدوثه مراحل الغيبيات بعد أن وصل إلى قمته وفتحت له مخازن السلاح شرقاً وغرباً في أكبر عملية إمداد عسكري منذ الحرب الباردة